ملفنا لهذا اليوم الذي يتحدث عن دور الجمعيات التعاونية في محاربة السوق السوداء سنناقشه بعد قليل أكد رئيس الاتحاد القومي للتعاون الدكتور الدرديري عمر المنصور أهمية التعاونيات في تحسين معاش الناس والمساهمة في القضاء على الفقر والنهوض بالمجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا لافتا خلال مخاطبته احتفال الحركة التعاونية السودانية باليوم العالمي للتعاونيات اليوم بمنبر وكالة السودان للأنباء لأن الاحتفال يأتي هذا العام تحت شعار مجتمعات مستدامة من خلال التعاون وذلك لإبراز تقدير الشعوب لاستدامة التعاونيات ويتوقف نجاح التعاونيات على خطوات الانشاء والتأسيس الجيد وفقا لأسس وقيم ومبادئ التعاون بتفعيل دورها والعمل على زيادة الانتاج لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين وايضا لتحقيق الامن الغذائي تفاصيل اوفاه سياق هذا التقرير تنبع اهمية العمل التعاوني وتأسيس التعاونيات في كونها تنظر للدوافع الاقتصادية الحتمية والدوافع الاجتماعية بهدف تحسين الظروف المعيشية الا ان وجود التعاونيات على ارض الواقع يظل ضعيفا وغير ذي اثر نظرا لمحدوديتها وعدم انتشارها في كثير من مواقع المواطنين الامر الذي يصعب طريقة حصولهم على السلع الضرورية العمل التعاوني له دور مؤسر جدا في حركة المجتمع وهو دور اجتماعي ودور اقتصادي وعنده تأثير مباشر في حركة الناس وفي معاش الناس والناس حينما يتكلموا عن التعاوني يتوقعوا بان عمل التعاوني هذا هو عمل في كثير من الاحيان انه هو عمل اقتصادي اشتراكي هو بالعكس تمانا الان العمل التعاوني موجود في امريكا موجود في بريطانيا العمل التعاوني موجود في فرنسا موجود في العالم العربي في الكويت في السعودية هناك جماعيات التعاوني نحن نعتقد انه السودان حينما يحتفل بهذا اليوم يحتفل لتطوير العمل التعاوني الانتاجي يعني انتاج في مجال الزراعة في مجال الصناعة ارتباط المجتمع ايضا بالجمعية التعاونية الاستهلاكية في زول ظروف اقتصادية ضغطة بنبشر فيه ايضا للحكومات في سودان اجمع نقول لهم لا بد من سند الحركة التعاونية ففي الوقت الذي يزيد فيه التفاوت في الدخل في جميع انحاء العالم فان الجمعية التعاونية هي الحل حيث تتيح العضوية المفتوحة للتعاونيات امكانية تكوين ثروة والقضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين افراد المجتمع فهي بالتالي ملتزمة بالتنمية المستدامة لمجتمعاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية طرحت اسئلة كثيرة من المشاركين كما طرحت اجوبة ايضا ودار طوار بناء حول القوانين وحول الهياكل وحول التخطيط للحركة التعاونية حول الممارسة وحول الخطة الطموحة المستقبلية والتي هي في نهاية الامر تعني بشيئين اولهما تخفيب اعباء المعيشة وهي غضية الساعة ومن ثم تحسين سبل كسب العيش لجميع المشاركين في الحركة التعاونية على مستوى السودان وعلى الرغم من تركيز التعاونيات على المجتمع المحلي فانها تتطلع كذلك الى ان تعمم منافع نموذجها الاقتصادي والاجتماعي جميع الناس في العالم وهو سلوك تلجأ اليه الحكومات الامتصاص الاثار والقرارات الاقتصادية التي تنعكس سلبا على معاش الناس ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ارحب بضيفتي من الخرطومة الاستاذ فايزة مبارك مسجل عام الجمعيات التعاونية استاذ فايزة اهلا ومرحبا بك في البدء معنا عبر الحدث الاقتصادي وندلف الى الموضوع مباشرة ومن خلال اليوم العالمي للتعاونيات الذي كان خلال اليوم ما هي المكاسب المرجوة من الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات حقيقة احنا التعاون هو رغبة في البداية احنا بتكلم عن التعاون التعاون هو رغبة دفط انه هو نظام اقتصادي بيعتمد على مساهمات الاعضاء في كل المجالات سواء كانت مجالات خدمية او انتاجية او استهلاكية والتعاون في السودان بدأ بتعاون انتاجي وبعد ذاك في فترة من الفترات كان في حوجة للتعاون الاستهلاكي وبعد ذاك في قفية يعني اطور التعاون الاستهلاكي احنا املنا كبير في هذا بمناسبة اليوم العالمي وقوف الدولة مع التعاونيات لعمل تخفيف عباء المعيشة عن المواطنين وانحنا مفتكرين ان التعاون بيقوم بتثبيت الاسعار في الاسواق اذا توفرت فانحنا عندنا امل كبير بهذا اليوم انه نحنا نقدر نسبت الاسعار في السوق نقدر ننشط جمعات التعاونية نقدر نخفيف عباء المعيشة عن المواطنين هل يعني يحمل الاحتفال ما هو جديد الان لخدمة المجتمع هل هناك اشياء جديدة كانت موضوعة من خلال العام الماضي او الان ستكون في خلال العام الجديد مع الاحتفال اليوم والله في خطاب السيد الوزير امن على ضرورة الاهتمام بالتعاونيات والسيد الرئيس الجمهورية برضو امن على ضرورة الاهتمام بالتعاونيات لان التعاونيات هي الملجأ الوحيد لتخفيف عباء المعيشة عن المواطنين اضافة الى تثبيت الازعار في السوق فيعني احنا امننا كبير بخطاب السيد الوزير وكلام السيد الرئيس الجمهورية بان التعاونيات ان شاء الله تمشي لقدام وان شاء الله تعمل على تخفيف عباء المعيشة اضافة لانه تعاون فيه تعاون انتاجي وفيه تعاون خدمي وعندنا يعني انمات كثيرة من الحركة التعاونية يسجلت في خلال العام الماضي فدي كلها اليها اثار ستكون في المستقبل في الحركة التعاونية طيب استاذ فايزة يعني دعينا ندخل معك في تفاصيل الاحتفال وفي تفاصيل الحديث اليوم عن هذا اليوم العالمي ايضا بكل تأكيد طبعا هناك موضوعات تناقش دائما في اليوم العالمي للتعاونيات وذلك من خلال تحديد الخطاب الامينة العام للأمم المتحدة السيد انتوني غوتيريش دائما في الخطاب بتاع الامينة العام للأمم المتحدة بيكون عنده موضوع محدد بناء شوفه في كل عام فمثلا في عام 2006 كان مضمون الخطاب بالامينة العام للأمم المتحدة بناء السلام عن طريق التعاونيات ده كان الهدف منه في عام 2007 كان قيم ومبادئ التعاون من اجل المسؤولية الاجتماعية المشتركة في عام 2008 لانه كل التعاونيات في كل عام على حسب الجو بتاعه نعم ليس فقط لعام واحد بل إلى أعوام سابق أنا سألتك يمكن عن فترة معينة لأنتوني غوتيريش ولكن هي فترات سابق من العام 2006 في 2008 كان في مواجهة التغيرات المناخ من خلال المؤسسة التعاونية لما لها من إمكانيات للإسهام بفعالية في مواجهة تغيير المناخ في عام 2009 كان دور التعاونيات في دفع عجلة الانتعاش العالمي وفي عام 2010 تسهم المشاريع التعاونية في تمكين المرأة في عام 2016 كان الموضوع في الخطاب بتاع الأمينة العام الشباب مستقبل التعاونيات عام 2012 كان أصدر قرار من الأمم المتحدة أنه كل عام 2012 كان احتفال بالعام العالمي كان عام كامل تم فيه احتفال ورسل استبيان من الأمم المتحدة لكل الدول بتناشده بأنه العام كل يكون عام بالاحتفال باليوم العالمي في 2013 كان لم تزل المؤسسة التعاونية قوية في وقت الأزمات في عام 2014 دعا الأمينة العام الحكومات إلى وضع السياسات الرامية إلى دعم التعاونيات وتعزيزها بما يمكنها من أن تساهم بالكامل في التنمية المستدامة الشاملة أما عام 2015 كان موضوع الاحتفال باختيارك التعاونيات تختار المساواة وفي عام 2016 كان موضوع الاحتفال للتعاونيات القدرة على العمل من أجل مستقبل المستدام وإن شاء الله نحن نوفيكم بما تم في 2016 لأن الأمينة العام للأمم المتحدة بخاطب في هذا اليوم اللي هو أول السبت من شهر يوليو بخطاب للعالم كله عن التعاونيات وأهميتها فإن شاء الله سنوفيكم في 2018 لما نستنم الخطاب من الأمينة العام نعم أستاذ فايزة الآن يمكن باتت الحاجة ملحة أكثر من الأول يعني لعودة المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات المدعومة هل برأيك الآن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات مشابهة يمكن أن تحارب بها الغلاء الموجودة الآن؟ في ولاية الخرطون طبعا بدوا بمحاربة أو تخفيف حضاء المعيشة عبر لكن اتعاملت مجمعات أو لكن ما تعاونية فنحن بنتمنى من ولاية الخرطوم أن هذا الدعم يكون للجمعات التعاونية إن كل جمعات التعاونية الاستهلاكية تابعة لولاية الخرطوم فإذا كان الدعم للجمعات التعاونية أنا أفتكر بيكون أحسن وبيوصل المواطن أكثر ما عبر المراكز العملوها لأن المراكز دي ما مراكز تعاونية فعبر جمعات التعاونية النتاب عليها أنا خير لي بتكون أحسن وبتكون وفرت أكثر من المراكز طيب هناك أيضا جانب مهم آخر وهو جانب السوق السوداء والسدفاء يعني الآن برأيك ما هي آليات الحركة التعاونية لمحاربة السوق السوداء بعد أن تغولت على حياة الناس في الأولى الأخيرة يعني والله أنا أفتكر أن التعاونيات هو الملجأ الوحيد لمحاربة السوق السوداء ونحن زمان كان يمكن عندنا نسبة محددة من المصانع بتمشي للتعاونيات بتحدد فنتمنى من سيد وزير التجارة يتفق مع هؤلاء أصحاب المصانع بتحديد نسبة محددة من الإنتاج لجمعية التعاونية ده بيخلي إنه الإنتاج بيصل مباشرة للمستهلك عبر الجمعية التعاونية وبأسعار مخفضة وحتى أنا بفتكر إنه التعاون أحسن من التاجر بسبب واحد لأنه حتى التعاون إذا كانت فيه أول حاجة بيخذ أرباع بسيطة والأرباح دي العائد بتاعه برجع للمواطن وليس للتاجر أما إذا مش للتاجر فالأرباح كلها بترجع للتاجر فعشان كده نحن يعني أملنا كبير في إنه ترجع تاني تحديد نسبة معينة من المصانع وإن شاء الله الاتحاد التعاون القومي يقوم بعملوا في توفير هذه المواد لكل الولايات ونحن يعني هذا اليوم احتفلوا بيوب بالمناسبة كل الولايات حتى جنوب دارفور وولاية نهر النيل والبحر الأحمر أنا أفتكر أنه بقد فيه صحوة تعاونية في كل الولايات عشان يعني الناس بقد فيه ضائقة معيشية عايزين يخففوها بجمعيات التعاونية نعم أستاذ فايزة أيضا الدولة اتجهت في سياستها لامتصاص أسعار السلع التي ارتفعت لفتح مراكز للبيع المخفض برأيك ما هو إنعكاس ذلك على الجمعيات التعاونية وهل يحجم دور هذه الجمعيات التعاونية حقيقة بحجم دورها لأنه إذا أنت فتحت لك مركز جمعيات تعاونية الناس بتمشي المراكز لكن إذا أنت عندك مركز جمعيات تعاونية أنا أفتكر حقه تمشي لجمعيات تعاونية لأنه حتى الأزعار في جمعيات تعاونية أقل منه إضافة الأرباح بيترجع للأفراد يعني هل يمكن أن نقول أن هناك تضارب يعني أستاذ فايزة كتضارب نعم فمفروض يكون في جمعيات التعاونية هذه المواد التموينية اللي بيتمشي تمشي لجمعيات التعاونية لأنه أنت بتضمن توصل للمواطن مباشرة طيب لماذا الآن في الفترة الأخيرة أصبح انتشار التعاونيات ضعيف يعني هل ينشط فقط دورها في حدوث ضغوط اقتصادية يعني الآن أصبح وجود هذه الجمعيات ضعيف جدا روس هذا فايزة هو بصراحة جمعيات التعاونية الاستهلاكية موجودة مش ما موجودة لكن إذا أنا موفرت لها الإمكانيات بتاعتي هتشتغل شغل أحسن من مراكز البيع لأنه في النهاية مراكز البيع بتبيع لك لكن بعد شوية ما بتلقى وممكن أنا في أسرتي أرسل ثلاثة فارجي بولي لكن في الجمعيات التعاونية معروف أنا أسرتي فيها كم نفر بدوني حوجتي لها بالتالي المراكز زي ضعفاته مش عشان يعني ما عندهم إمكانيات لكن لأنه بوفر هناك لكن في جمعيات التعاونية ما بتتوفر بالكميات الموجودة في مراكز البيع عشان كده أنا بتمنى يعني من ناسولات الخرطوم يركزوا على جمعيات التعاونية الموجودة عندهم ويكون البيع عبر جمعيات التعاونية حتى في مواقع العمل ومواقع السكن طيب سيدة فايزة الآن يعني إلى أي مدى يمكن أن تنجح سياسة رفع الدعم أو رفع الدعم عن بعض السلع في تفعيل دورة التعاونيات وتوفير أيضا السلع الاستهلاكية للمواطنين رفع الدعم عن السلع هو ما في النهاية أنت دمى سياسة بتاع الدولة الناس ما بتتكلم فيها لأنه إذا رفعوا الدعم عن السلعة إذا كانت موجودة مثلا بعشر جنيه وبعد ما رفعوا الدعم بيقضت باثناشر جنيه أنا بفتكر إذا مشت للتعاون يمكن تبقى بخمستاشر لكن إذا مشت للتاجر بتبقى بعشرين يعني ده الفريق في إنك تتودى للتاجر لأنه التعاون ما فيه وصايد يعني تجيك مباشرة من المنبع لكن التاجر ممكن تجيه من وسيط لوسيط وتصل للتاجر بالتالي بتبقى بسعره عالي إضافة لأنه أرباح بترجع للتاجر وليس للمواطن البشتري السلع أيضا يعني كي تنجح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لابد من دعم الجمعيات التعاونية الانتاجية هل وفرت الدولة أسباب قيام هذه الجمعيات بتوفير التمويل الكافي؟ نحن عندنا جمعيات تعاونية انتاجية كثيرة وبقول لك التعاون بدأ في السودان بتعاون زراعي بالتالي نحن عندنا مجموعة من الجمعيات التعاونية الانتاجية نحن عندنا دي الجمعيات الزراعية في كل ولايات السودان توجد جمعيات زراعية وجمعيات انتاجية عندنا نحن في الإدارة العامة للتعاون عندنا يمكن أنمات كثيرة من التعاونيات عندنا مستزرعي الأسماك مستزرعي وصيادي الأسماك عندنا مؤسسات المنتجية الصمغة العربي عندنا اتحاد النجارين عندنا يعني الأنمات بتحطي الحركة التعاونية بيقت كثيرة ونحن عندنا حتى المؤسسات والاتحادات اللي بتتبع علينا عندها أفرح في الولايات يعني في الولايات عندها أفرع ونحن نكون نعمل الجسم القومي الموجود عندنا فعندنا جمعيات إنتاجية كثيرة وانا بفتكر ولاية الخرطوم بالزاد يمكن 60% من إنتاج الخضر من الجمعيات التعاون لكن يمكن ما عندنا إعلام وينقصنا الإعلام عشان نقدر نوري إنتاج الجمعيات التعاونية إضافة لأنه التعاون عنده رؤوس أموال ضخمة شديدة ممكن تكون ضمان للبنوك للتمويل لجمعيات التعاونية وأنا بفتكر التمويل إذا كان عبر الجمعيات التعاونية أضمن للبنوك في سداده نسبة لأن الجمعيات التعاونية تراجح سنويا ويوضع لها ميزانية وبتوري البنك هل هذه الجمعية قادرة على تزديد هذا التمويل ولا ما قادرة في مراجعات سنوية لجمعيات التعاونية بالتالي تكون عارفة الوضع المالي للجمعيات التعاونية فنحن نتمنى من كل البنوك إذا عايزين يمولوا جمعيات التعاونية أنا يمكن حسها كتبت خطاب لشركة إرادة وبعمم هذا الكلام لكل البنوك أي جمعية تعاونية تتمول من البنك لا بد من كتابة خطاب للسيد المسجل الولاية عشان أنت تضمن الوضع المالي بتاع الجمعية عشان البنك اضمن السداد للقروش بتاعته السلمة وبالنسبة لنا نحن في المؤسسات للمؤسسات القومية للمسجل العام لجمعيات التعاونية حتى تعليقا على حديثك من خلال حوجتكم إلى الإعلام أكيد بالتنسيق مع الجهة الإعلامية وبينكم سيكون هناك فائدة أكبر في الفترة المقبلة خصوصا بإذن الله تعاون مع قناة سوداني 24 نحن نشكرك جزيل الشكر للأستاذة فايزة مبارك مسجل عام الجمعيات التعاونية كنت معنا عبر الحدث الاقتصادي شكرا جزيلا والله أنا بشكر قناة 24 باهتمام بالتعاون يعني دي ما أول مرة ونحن إن شاء الله هنكون على تواصل معكم وإن شاء الله حيكون عندنا برنامج في الإزاعة هنعيد برنامج الإزاعة عن التعاونيات وحنكون معكم باستمرار شكرا جزيلا